الرئيس كام جونغ أون يقرر طرد الجندي الأمريكي ترافيس كينغ الموقوف لدى بيونغ يونغ بعد شهرين على هروبه من كوريا الجنوبية إلى الشمالية عبر قرية دي سونغ دونغ أو قرية الهدنة كما تعرف بين الكوريتين وكالة الأنباء الكورية الشمالية قالت إنه بعد استكمال التحقيق قررت الهيئة المختصة في البلاد طرد الجندي في الجيش الأمريكي ترافيس كينغ الذي توغل بطريقة غير قانونية إلى أراضيها الوكالة أوضحت أن الجندي كشف أنه دخل إلى كوريا بشكل غير قانوني لأنه عانى من سوء المعاملة اللا إنسانية والتمييز العنصري داخل الجيش الأمريكي فيما لم يذكر التاريخ الذي تنوي فيه كوريا طرد كينغ من أراضيها